السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أرجو من الله أن الجميع يكون بخير وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا صوابك تعذاب اللهم أمين يا رب العالمين هنقول بسم الله وعلى بركة الله ونبدأ الفيديو بتاعنا بس قبل ما نبدأ أحب أقدم تحية كبيرة جدا جدا لكل متابعين الطيبين وبالأخص متابعاتي ربنا يسعدكم يا رب وربنا يرضى عليكم وأحب أطمنكم وأقول لكم الحمد لله يعني أنا على ما يرام اللهم لك الحمد والشكر يا رب أنتوا عارفين يعني زراعة الأسنان دي موار طويل فيما بعد بس يعني ألوء شوية كده وأعمل لكم فيديو بكل حاجة عن زراعة الأسنان إن شاء الله بإذن الله العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حل طيب إحنا فين النهاردة إحنا في شبرة طبعا باستمراره من فترة يعني طويلة جدا كل ما جيت جدا لازم وحتما أروح شبرة بصراحة فيها حاجات حلوة جدا وبتعجبني جدا ولازم وحتما أخذ ملابس من هناك بسم الله ماشاء الله اللهم مبارك مبدأيا القسم اللي تحت قسم أطفاله ومولين ملناش فيه هنتوكل على الله ونطلع على القسم اللي فوق تاني دور ومبدأيا كده وقبل ما نبدأ ادوني كده لايك مجدع عشان أنا أنت عارفين الظروف اللي أنا بمر بيها اليومين دول مش هقدر إن أنا أنزل فيديو كل يوم صعب ولو نزلت كل يوم مش هقدر أتكلم عليه فسامحوني وإيه وشجعوني في الفيديوهات البسيطة اللي أنا هنزلها وهنا الحمد لله رب العالمين طلعنا للدور التاني اللي إحنا جايين عشان نشوف هناخذ منه إيه مبدأيا كده أول حاجة قبلتني الجلبيات الجميلة اللي أنتو شايفينها دي فيه منها بكم وفيه بنص قم بسم الله ماشاء الله اللون الأصفر الجميل اللي أنا ما حبوش خالص بصراحة عندهم جلبيات وخامة ماشاء الله تقريباً 78 ريال بالنسبة للناس اللي سألتني على الفرق في الأسعار بين هنا وبين أبها الاتنان زي بعض مش شايف أي تغيير خالص عندكم مثلاً لما رحت باندة نفس الأسعار نفس الأسعار ولا متغير أي حاجة وهنا تقريباً برضو نفس الأسعار أه حلوة الحاجات اللي زي كده عندنا احنا في الجنوب حلوة ليه بقى لأن احنا عندنا برد خصوصاً في فصل الشتاء يجي برد قارس فهخد لي برضو حاجات تقيلة حاجات شتوية بسم الله ماشاء الله الناس الجميلة العسل السكر اللي ناس يا الله تدينينا لايك أه عجبني بصراحة عجبني اللون البنك ده من فوق زهري زهري وأبيض واسود ماشاء الله آه حلو عجبني ده هغدو طبعاً أنا هجيب لي أنا بس لأن أنا عندي يعني الأزواء مختلفة طبعاً عندي الولاد هم بيشترون نفسهم عندي هيم لا أزوها زهما يعني مختلف تماماً تحب الأبيض حاجات اللي عليها كلاب وقطط لا أنا لا خالص مختلفة أنا كبيرة أنا لازم يعني آه برضو عجبني الأسود ده فخامة عجب بنتي قلت لها بس عندكو في جد حر ايه واعتفقري تغديه عمرك ما تلبسيه فخامة بصراحة آه هنا يعني عجبني حاجة كده فيه بجامات جميلة أوي فيها فخامة بصراحة دي أنا ما شفتهاش في الجنوب آه حلوة يعني الأسعار بصوا من 70 وانتو طالعين الحاجات الحلوة الفخمة من 70 ريال وانتو طالعين بسم الله ما شاء الله الله ودي حلوة برضا آه لازم ده يا جماعة بصوا ده مالك الألوان انتو عارفين يعني لو جيت عمل إحصائية للدولاب عندي هلاقي فيه بالزبط 80 في المية اسويد اللون الاسوب من ملابسي كلها جميل الاسويد بس قلت لنفسي غيري بمعبود فيه ألوان تانية حاجة وحلوة برضو اللون اللي جنبه ده حلو أنا مش عارفة هو لونه إيه بس حلو شفتنا حابة بس أوريكم آه أنا صراحة عجبني اللون التاني ده وعلى فكرة في الوقت الحالي اللي أنا متواجدة فيه فيه جدة آه الأجواء حلوة أنا مش شايفها الحر إنها الحر الجامد يعني لا الأجواء لطيفة والله أغلب الأحيان لما بنطلع بنفتح الشباك ونطفي المكايف حاجة السيارة وحلو زي الفل آه دي حاجات تانية بقى فرو وما فروش لا مليش أنا في الفرو ده خالص اللون ده حلو قلت لنفسي بدل ما أخد سود هاخد اللون ده جميل وحلو زي العسل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حلوة الحاجات اللي زي كده أنا بحس فيها فخامة بصراحة القمة بتاعها كده ماسك وجميل طبعا حاجات دي في البيت يعني فعادي الواحد يجيب اللي هو عايزه يعني طبعا هجيب المقاس بس لإن ده ميديا بسم الله ها هو ما أنا بحس عنه أنا بحاول هنا تصور بالكاميرا ثلاثية الأبعاد عشان إيه عشان الشكل يبن لكم طبعا عندهم مجموعة طحفة اللهم صلي على النبي اللي هي الصلاة والسلام من البجامات الشتوي فخامة 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 انتوا عارفين برضو اكتشفت حاجة ده موديل تاني برضو شكله فخم اللهم صلي على النبي جميل روعة اكتشفت حاجة عارفين 168 تقريبا اكتشفت حاجة شبرة اللي هنا في جدة تختلف تماما عن شبرة اللي موجودة في الخميس انا روحت شبرة اللي في الخميس للامانة لا تختلف تماما اه هنا خلاص انا خدت بعض الاغراب كده عجبتني هنمشي برضو نتفرج نشوف عندهم ايه تاني دي تقريبا كده فاستين يعني انا حابة اروح لقسم اللي فيه الشنط ايوة حبيبي حبيبي بصراحة انا واخد شنطيتي من هنا يعني اغلب الشنط اللي عندي واخدها من نفس المكان ده كل مرة عمدهم تشكيلة جديدة وجميلة ومنتهى الجمال بسم الله ما شاء الله طيب شفتوا شنطيتي دي انا واخدها من هنا نفس المكان ده فطبعا ونحن ماشيين في الاخر هلاقي نفس شنطيتي هوريها لكم بس هنا عايزين كده نختار شنطة جميلة مبدئيا انا دي عجبتني للوهلة الاولى فيها جمال ولونها حلو وفيها اناقة كده اه اربعة وثمانين ريال بس فخاموا الله يا جماعة الشنط هنا الخامة بتاعتها حلوة جدا وماشاء الله يعني بتعيش مع المحافظة بتعيش طيب اه دي حلوة برضو بس انا ما بحبش اللون الكائب ده بصراحة يعني مم الالوان الفتحة ما بحبهاش ابدا ابدا خالص في واحدة برضو عجبتني عملتوا مقارنة بين دي ودي اوريكم اللي عجبتني اكتر طبعا بسم الله على بركة الله عجبتني جدا لون بنك كده او زهري اه جميلة حلوة حلوة فخامة بصراحة حاجة لزاي كده حلوة خصوصا لو جاتي لقيت بتاعتها كروهات كده تيجي ماشاء الله اه تقريبا واحد تسعين ريال تقريبا من اغلى ابن التانية اللي انا جايبها دي اربعة تسعين اربعة تمانين او دي صغيرة دي كبيرة انا مش عارفة اللون ده ايه ازرق ولا ايه والله ما عارفة بس لونه حلو لا يا معبود اه دي بتاعت البنات انت كبيرة يا حاج خدي اللون الهادي الجميل عجبتني لحد الوقت عجبني شوفوا دي اكبر منها شوية مختلفة شوية بس برتول لون تحفة ماشاء الله هنا انا عارفين انتو يعني اخد دي ولا دي اربعة تمانين اخد دي ولا دي اخد دي ولا دي في الاخير استقر الرأي على دي دي فخامة بصراحة هي عجبتني من النظرة الاولى يعني الحاجات اللي الوانها فتحة قوي دي بحس انها بناتي اكتر يعني اه ودي برضو حلو على فكرة كان عندي واحدة منها نفس الشكل لما رحت مصر اديتها لمرت اخوية يعني تعودة كل ماجي جدا لازم اخد شنطة من المكان ده فخامة بصراحة طيب اه دي وقعت حطتها مكانها تركوا المكان كما تحبوا ان ترون طيب هنا احنا ماشيين برضو بندور بنشوف عندهم ايه و ايه الحاجات اللي ممكن تعجبني او ممكن اشتريها من هنا اه القسم الجميل القسم الشتوي عارفين انتو الحاجات بقى الصوف الشتوية التقيلة بس انا عني شيلان كتير جدا جدا يعني اه اغلب الحاجات يعني بصوا معروضة فوق بسم الله ما شاء الله اللهم بارك عندهم حاجات حلوة والله عندهم حاجات تحفة تعارفين اللي عمري في حياتي ما جبته ولا يمكن نلبسه ده ابو فرو ده ما سبحان الله ما بحبوش مش عارفة ليه بيني وبينه عداوة مش ليه خالص الفرو ده يعني في حاجات حتى انتو عافين لو هي ببلاش مش مش هشتريها ولا هخوضها خالص هنا كله يعني فرو وما فروش وارنب وريش ارنب لا لا ملناش فيه نفسه عارف دي بتاعت ايه كده تحسوا انها يعني ايه تحسوا انها حديد والله ما عارفة بتاعت ايه بس شكلها غريب هناك برضو حاجات غريبة انا والله ما عارفها عندهم برضو قسم الباضيهات طحفة دايما جب من هناك ما شاء الله شفتوا هنا لفات نظري حاجة حلو اخدين بالكم الصناعة فين ميد ان ايشبت صناعة في مصر تحيل مصر ان شاء الله متعودة باستمرار اشوف ميد ان شاينا صين فملاقي صناعة مصرية شي حلو والله اكون مبسوطة وسعيدة يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ده اللي هو الهايكل هو ابو رأبة ده عندهم برضو جماعة قسم العبايات تحفة 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 ما شاء الله 127 ريال 130 150 بس عبايات حلوة الخمة بتاعتها حلوة بس انا عندي عبايات كتير انا فكرتش اشتري عبايات سودة لا عندي عندي كتير خالص بسم الله ما شاء الله جدا تو بيجيكم برد كده زينا فأبها اعتقد لا جوا عندكم ما شاء الله يعني صيف طول السمن احنا العكس لا اله الا الله شفت برضو قسم العبايات سودة ده جميل تحفة ده من الحاجات الحلوة برضو ما شاء الله بس تقيلة فيها فيها خرص وحاجات كده لفت نظري ده لقيته بانطلون بس يعني ايه اه ملناش دعو ملناش دعو خلنا يا معبود في الحاجات اللي احنا عارفنا شفتوا العبادي كلوش جميلة من الحاجات اللي بتعجبني جدا على فكرة الكلوش فخامة في اللبس وواسع كده وبحبح وجميل ما شاء الله الناس الجميلة العسل السكر اللي قاعدة تتفرج وناس يا لايك تدينا لايك فاضل انه ليس امره هنا بقى لفت نظري يكسم حلو قوي يكسم الطرح طرح ملونة دي بقى احلى حاجة تعجب مين تعجب الناس اللي في مصر ليه ان هما بيلبسوها يطلعوا فيها في الشارع ويسافروا فيها عادي عندهم تشكيلة منو الطرح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بتبدأ اسعارها من 12 ريال 13 15 كده يعني فخامة دي عجبتني بتها اخدها جميلة جميلة فخامة بسها في البيت احيانا يعني تقريبا 12 12 ريال زي ما قلتلكم نعمة كده ولونها تحفى بصراحة حلوة حلوة جميلة اللهم صلى على النبي شفتوا دي برتقالية وفيها زي اللميع زي السكر كده جميلة عندهم طرح روعة 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 بصراحة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك عندهم تشكيلة رهيبة من الطرح دي دي عاملة بصوا زي الدنطل كده جميلة فيها اناقة كده وفيها رقي ما شاء الله ما شاء الله زي ما قلت لكم القسم ده الناس اللي نزل مصر تاخد منه هيعجبهم جدا جدا فخامة ومشاء الله شايفة اسعاره حلوة جدا اسعاره جميلة اللهم صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام الله دي برضو حلوة شفتوا لو الواحدة لابسة عباية زرق كده وتيجي مع العباية تحفة اسود مع ازرق وفي لمع كده ومشاء الله 22 ريال حلوة جدا زي ما قلت لكم عندهم تشكيلة رهيبة من الطرح الله برتقالي عمري ما لبست اللهم برتقالي ده عندهم حاجات حلو كل القسم ده والمقابل لطرح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله آه ربنا يا سطرنا في الدنيا والآخرة مش عارفة جمع دول الله اللهم مستعد طبعا أنا بنتي كاف معايا قلو شاء الله بنتي رح عودي ملكش دعوة أنا بتجط دانا وانا صغيرة رح عودي تقولي لام معاك طيب ماشي دي طرح بس تقيل شوية هنا طبعا القسم ده بتاع بناطيل والجنزات والحاجات دي كلها لفت نظري الجلبيات دي لقيتها مصنوعة بنجلادش عارفين انتو زال فتسكوس كده خفيفة وحلوة وماشاء الله دي بجماد دي جلبيات برضو كلها بنجلادش مم حلوة هي فتسكوس بس خفيف مش تقيل باتنين وعشرين ريال في كده وفي قط وفي نصقم حلوة بس انتو عارفين القماشة بتاعتها طريقة وجميلة للناس اللي بتعيش في أجواء حرة حلوة جدا هنا لسه برضو بنكمل نشوف حاجة بسم الله ما شاء الله اللهم مبارك لسه هنزل تحت اشوف قسم الشربات ناس العسل والسكر اللي عادة تتفرجوا ناس يلايك شجعونا يا جماعة باللايك 29 ريال ما شاء الله ما شاء الله حلوة الخمى حلوة طرية تعجبني أول زي كده جميلة بصراحة حلوة حلوة دي بجماعة صيفي يعني عندنا احنا صيفي كتير جدا جدا يعني أنا ودور على الشتوي الله حلوة بورتقالة ده شكلها بنتي بنتي قالتلي أمي تعالى وريكي شيء نا قلتلكو على الشنطة وسبحان الله أنا جيت هنا قبل كده بس ما ما لفتتش مظري بنتي لقيتها قالت أمي شنطتك نا ورها لكم نفس شنطتي بالصنط سبحان الله دي الشنطة المعروضة ها نشوف شنطتي سبحان الله قلت له اخدام هنا بخمسة وتسعين ريال السلالم عشان ننزل وبعدين هننزل بقى ناخد قسم الشربات اخد كده كم شرب ونمشي على طول معلش يسامحوني الفيديو يعني مش المستوى عشان الصوت بقى والسنان واجع القلب ده بس زي ما قلتلكم تقبلوني بكل أوضاعي هيا الدنيا كده يا جماعة ما بتمشيش على حال واحد حبك كده وحبك كده عادي يعني الحمدلله على كل حال طيب روح مع قسم الشربات اا اكتشفت فيه حاجة بقى ودي حاجة بصوا يعني حقيقة الشربات في قابها احسن من هنا كنت بجيبها من سوق التلات تقريبا الاتين بخمسة ريال هنا التلاتة بعشرة وبتمانية فيه فيه انا بدهر على حاجة معينة بس يعني لم تزبق معنا بس الحمدلله خدت حاجة كده وخلاص اه تقريبا هو ده اللي انا خد اه ده بعشرة تلاتة بعشرة حلوة برضو يعني نبحث نبحث بسم الله يعني بعد ابحثت في الاخر يعني رجعت اللي ايه لان انا مسكتهم من شوية اه اتقلت وخلاص بقى اي حاجة ده من جينا هنا فناخد اي حاجة وخلاص الحمدلله على كل حال اه هو نفسه جلس تداره في الاخير رجعت له تاني سبحان الله بنتي قالتلي خلاص يا امي ده جميل قلت لها اوكي خلاص بس حسيت اللي في ايدي ده متوسخ شوية مش عارفة ممكن طايح على الارض او كده خدت اللي فوق حلو خلاص حمدلله رب العالمين وفقنا في كل حاجة وتقريبا كده هو ده كان الفيديو بتاعنا الحمدلله رب العالمين اه معلش زي ما قلتلكم سامحوني الفيديو مش يعني على المستوى اللي انا متعود عليه لكن للضرورة احكام بقى او سامحونا الحمدلله رب العالمين وانا اعجابكم الفيديو الجميل للعسل السكر ده دون كده لايك مجدعا فضلا وليس امرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة